موسيقى والبينما المركز الثاني المركز الثاني زاهية خليفة بن احمد بن سيف الرميثي وهناك تاتينا الشبيلية المنطلقة ولكن ارى التسلل ارى التسلل في هذه اللحظات من العفريت عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري تاتينا هنا وتتسلل الى المركز الثالث وفي المركز الرابع صوغى المبارك بن احمد بن مطر بن مايد لخيلي والوصول من دينا ناصر بن اسباع بن مصبح الكندي تاتينا على المركز الخامس وسادس المراكز تنطلق هنا الشبيلية لسهيل بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري والوصول من قبل الضبي لسعيد بن عامر بن سالم العمري الوصول من الطيارة حمد بن كلفوت بن قرش المزروعي المنطلقة ثامنا وفي المركز التاسع الخوارة سالم بن خلفان بن حمد الحافري المنطلقة بهذا الاداء المميز الجميل وعاشر مراكزنا هنا الزجنج الحمد بن خلفان بن حمد الحافري من تاتينا على المركز العاشر في هذا الانطلاق المميز الجميل اشتركوا في القناة نعود نتابع مشاهدين الكرام المسيرة نتابع الانطلاق نتابع هنا زاهية خليفة بن احمد بن سيف الرميثي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول بينما المركز الثاني العفريت عبيد بن عتيق بن زيتون لمهيري من تنطلق على المركز الثاني وفي المركز الثالث غرام اسهيل بن سعيد محقب الشامسي ووصلت هنا ووصلت طيارة القادمة من الغربية حمد بن كلفوت بن جارش المزروحي ومن مدينة زايد للمشاركة على ارضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز الجميل المركز الخامس المركز الخامس سوق مبارك بن احمد بن مطر بن مايد لخيلي ومن الجانب الاخر هناك تاتينا الشبالية السهيل بنبقيت بن ناصر بن نوبي العامر المنطلق السادسا وفي المركز السابع ديما ناصر بن اسباح بن مصبح الكندي تاتينا على المركز السابع وفي المركز الثامن المركز الثامن مراسيل قادمة أحمد بن محمد بن قراز المهيري مع مراسيل القادمة على المركز الثامن وفي المركز التاسع الضبي لسعيد بن عامر بن سالم العمري والمركز العاشر عند قيل حافري هنا تاتي الخوارة سالم بن قلفان بن حمد الحافري على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأول بهذا الأداء المميز الجميل لنعود إلى صدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول والمسيطرة على زمام الأمور سيطرت العفريتة على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول عبيد بن عتيق بن زيتون لمهيري هنا مع المجازف على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط ولكن زاهية خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث والانطلاق وصلت صفوة وصلت صفوة أحمد بن مطر بن محمد الرميثي والوصول هنا من قبل تغرود سعيد بن حمد بن حمضة العلي من تهتينا بهذا الانطلاق الوصولي كذلك من مهمة عبيد بن عتيق بالزيتون المهيري ومراسيل أحمد بن محمد بن قراج المهيري وهنا الوصول من ديمة ناصر بن اسبع بن مصبح القندي المركز الثالث من السلطنة أمهن بن سعيد بن حميد اليحوفي وصل هنا مع مهمة بهذا الانطلاق المميز الجميل والتعديات هو الإثارة مع الكيلو متر الأخير أعود إلى العفريت على الصدارة العفريت على المقدمة على المركز الأول تسيطر على زمام الأمور تسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول هو العصقوس العفريت عبيد بن عتيق بالزيتون المهيري المنطلقة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوق صفوة في المركز الثاني صفوة على المركز الثاني أحمد بن مطر بن محمد الرميثي الوصول من السلطنة أمهن بن سعيد بن حميد اليحوف القادمة في هذه اللحظات ولكن العفريت العفريت على صدارة العفريت على المقدمة على المركز الأول تسيطر على زمام الأمور هو على صدارة ما شاء الله بهذا الأداء المميز الجميل سلوم منازف سلام اسعدتم صباحا بهذا الانطلاق الجميل مع شعار المجازف على صدارة هذا الشوق تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل العبيد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز العفريت بالمركز الأول ولحظة اقترابها ووصولها إلى خط النهاية معلنها الفوز معلنها الناموس تهانينا تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة وصولها إلى خط النهاية المركز الثاني سلطنة أم هنب بن سعيد بن حميد اليحافي كذلك صفوه أحمد محمد أحمد بن مطر بن محمد الرميثي والمركز الرابع وصلت سلام بن مبالك بن محمد بن مبالك بن حوال الخيري ومراسيل لأحمد بن محمد بن قراز المهيري مناتتنا على المركز الخامس في هذا الانطلاق المميز الجميل للدهانينا وناموس والتوقيت الزمني مع أبو عدنان مخرجنا في هذا الصباح المميز الجميل له جزيل الشكر مع طاقمه الإعلامي المميز لقناة دبي ريسك سبع دقائق المركز الثاني سبع دقائق سنانة واربعين ثانية سبع من الأجزاء من الثانية توقيت السلطنة لمهنة بن شعيد بن حميد اللي يحافي على أدائه الجميل مع السلطنة بينما المركز الثالث شاهدين ومتابعين الكرام كانت صفوة لأحمد بن مطر بن محمد الرميثي سبع دقائق سنانة واربعين ثانية جزئين من الثانية هو التوقيت الزمني تهانينا وناموس تهانينا للجميع هكذا مشاهدين متابعين الكرام تتواصل الأشواط وينطلق شوط الختام في صباحي هذا اليوم لسن اللقاية